دائما ما يكون للمشاريع الشبابية تحصد التفوق بين جميع المجالات الريادية وجميل بالموضوع أنه اليوم نرسلنا نشوف الشباب السوري عم يطلع براء الصندوق أو مثل ما بيقولوا عم يفكر براء الصندوق عم نشوفهم بمسابقات دولية رغم أنه المشاركة عم تكون نوعا ما صعبة بهيك نوع من المشاركة صحيح فاطمة طبعا المهم أكثر نحن نسلط الضوء على هاي الإنجازات يلي من شانا ممكن نتشجع بها الشباب فاطمة على القيام بإنجازات مهمة وترفع اسم البلد طبعا بالمحافل الدولية اليوم ضيفتنا هي صبية استطاعت طبعا أنه تحقق أفضل نتيجة طبعا بمسابقة ضمة 76 دولة أو أكثر من 76 دولة طبعا حصلت على المركز طبعا من بين العشرة الأول بالمؤثرات والرياديات طبعا بالعالم رح نحكي أكثر عن هاي المسابقة وعن هاي المسابقة وعن هاي المشروع اللي كان بتحت اسم Thousand Faces طبعا هو يعني المشروع كان له منافسة شديدة بإمكانيات طبعا يعني أكيد ما بتشبه إمكانيات باقي المتسابقات إلا أنه استطاعت أن تترك بصمتة ضيفتنا صارت معنا داخل السوديو رح نحكي أكثر عن هذا المشروع يلي هي طبعا المهندسة سلمة محمد عيسى تحيلة إليك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم أهلا وسهلا فيك يعني اللي بيسمع مونير بيفكر أنه حقا عنا كتير تفاصيل بس عندك كتير تفاصيل نحن حاببين نسمع منك بالبداية تخبريني عن الانطلاقة واسم المشروع وشفي التفاصيل بالبداية المشروع اسمه قيرات قيرات ابتدت تقريبا بعام 2021 كمان بلش بمسابقة عالمية لكن جامعية كان اسمها الهالتو برايس كانت تنظمت لأول سنة بسوريا بتقريبا ثلاث جامعات بسوريا كانت جامعة ترطوس أحد الجامعات اللي شاركت وانا وقتا كنت مشاركة بالمسابقة كنا أربع أشخاص كنت أنا وشبين وصوبية خدر وحسان ومروة فكان التحدي وقتا كانت المسابقة رياض أعمال زائد أنه كان بمجال الغذاء اللي هو أساسا دراستي فكان التحدي كيف أنه أنت تساوي تنقنية كيف تلاقي من الموارد اللي موجودة حواليك مشروع غذائي إي 6 حاجة غذائية فكان الاختيار على شجرة الخرنوب اللي هاي الشجرة إلى أهمية كتير كبيرة بسوريا ثقافيا وتاريخيا كانت الفكرة أنه من هاي الشجرة اللي هون بسوريا ما عم بيتم استغلالة أبدا ما عم بيتم استخدامة لا بالمجال الزراعي كتير آختي هذا الاهتمام ولا بالمجال الغذائي فليش من هاي الشجرة ما بنعمل عدة منتجات غذائية فكان الشغل اللي عم نشتغله أنه نشتغل نطالع من الخرنوب اللي هو هاي السمراء القهوة والشوكلة والخبز المحلى طبعا أكتر المنتجات اللي كانت كتير زاد جودة هي القهوة الشوكلة كمان وصلنا لمراحل كويسة بس بضل الموضوع الخبز بسبب أنه نحن معنا هاي الآليات لسه متطورة ففعليا نحن المنتجات اللي وصلنا له هي القهوة بنوعين والشوكلة بنوعين سلمة كأنه هي شجرة الخرنوب يعني أو هاي الثمرة تحديدا بالمجتمع السوري كمان ما أنا معروفة عند كل السوريين صح فكان هون التحديد الساق أكبر لأنه كانت الهالتوبرازي كتير بيهمه أن يكون المشروع تارك أثر بالمجتمع ويكون فيه له صدى مجتمعي فهون بقى بلشنا بالهالتو يبقى يندور كوني صار أنه أنت من جهة بديك طالع منتجات ومن جهة بديك تنشر أكتر عن هاي الشجرة عن أهميتها وفوائدها وقديش هي مهمة والأحلى من هيك أنه الأشخاص يلي صار عندهم خرنوب صاروا عم ينظرونها بطريقة تانية يعني من شجرة عادية ممكن أني أنا ساوي منها دبس لشجرة تانية أنا ممكن تعلمنا هل فوائد صحية تشوف أحيانا بعض الناس بيشربوها لهذه الثمرة طبعا بالمشروبات الساخنة خاصة برمضان كمان تماما أنه هي بسمعنى كتير معروفة عند المجتمع السوري فقدم هم اختياركم أنه مميز أنه شجرة معنى معروفة أيضا كمان المجتمع السوري أنا هم ضوي عليها بهذه الشي هون دور بقى المشروع أنت هي كانت نحنا اللي بالهالت اللي هو نساعد أكتر على نحنا كمان بالهالت أهلنا على المسررات الأعمال ببريطانيا فاللي كان مميز أنه أنت مورد مهدور الناس ما أنا شايفته أنت عم تستغله لحتى تحوله من شي الناس ما عم بتشوفه لا مورد أنا قادرة أعتمد عليه بالمجال الغذائي فالهالت برايس منشان نختصر شوي المراحل طلعنا المركز الأول بسوريا رحنا على قمة سان بيترسبورد بروسيا بعدين تأهلنا على مسررات الأعمال ببريطانيا وكنا من أفضل 35 مشروع حول العالم كنا تقريب 200 دولة و2 مليون طالب جامعي فعا مستوى الجامعات قدرت جامعة الترطوس وقتها تحقق كثير مركزهم بأول مشاركة نركز أنها هي أول مشاركة وبمجال رياضة الأعمال يعني اليوم نحنا بسوريا للأسف هذا المجال كثير ناقصوا اهتمام كثير ناقصوا دعم فأنه طلاب سوريين من الموارد اللي كانت كثير بسيطة يقدروا ينافسوا طلاب بجامعات كثير مهمة هذا كان كان بمخيلتكم أنه ممكن أنتوا توصلوا لهيك مرحلة حتى اختياركم للموضوع كان بمخيلة أنه واحد ممكن يوصل لهيك منافسة صراحة لإلك شغلة أنه أنت بكون واثق من شيء اللي أنت عم تعمله لما تكون واثق من شيء اللي أنت عم تعمله قادر أني حتى الحكام لما كانوا يحكمونا طبعا كانت الهالتو براسكيلاتا أونلاين كان في مرحلة السفر الأخيرة على بريتانيا بس وقتها السفارة ماعطتنا التأشيرة فنحنا كان ممكن المشروع ياخد فرصة تمويل كتير كبيرة ما يقابل مليون دولار ففي فرق تاني أنه قدرت تحصل تمويلات لما شاريعه لما سافرت فنحنا لما ضلينا هنا وماعطونا التأشيرة فكان الموضوع جدا بقى صعب بالنسبة لي من لما بلشنا أنا من لما شفت الإعلام وشي عالمي وريادي وكذا خلاص بدي فوت شيا فلما فتنا بقى لك شغلة أو شيء أكيد كان في تخوف وفي كتير فرق انسحبت ملك الكمل أنت عم تحكي من الشهر الأول لشهر الثامن فأنت تمين شهور وانت طالب جامعين تمين شهور هي كنت خلاص هذا الشيء الوحيد بس هذا النهاية إنجاز يستحق وينذكر أننا كطلاب نحنا ساوينا فبعد الهالت لما ما أخدنا تمويل ما حسيت أن هذا التعب لازم يروح ما حسيت محبة العالم للمشروع دعم المجتمعي اللي كان فضيع الناس وصلت لمرحلة لأنه تعطينا خرنوب مجاني نخدوا خرنوب بس يشتغلوا يعني فهذا الشيء إن كان محافظة ترطوس إن كان بالشام إن كان بحلب إن كان باللاتقية إن كان حلب ما كتير فيها خرنوب بس إنه بس حدي شوف خرنوب إنه نذكرناك مثلا بتتويديك هاي العينة فهذا الشيء النجاح الكبير بالهالت كما كنت أنا طالبة جامعة ما حسيت أن أنا لازم وقف عنده فالهون بأصر تدور على فرص تانية وحلول تانية ومشاركات تانية كمان تخلي هذا المشروع يوصل أكتر طيب اليوم يعني هذا التعاون مع مثل ما ذكرت يا إختي مثلا هاي الثمرة من أكتر من منطقة اليوم هل وجدت فرق بيئة الإنتاج اللي عم يتقدم سواء كانت هاي الثمرة مثلا موجودة أو مزروعة ببيئة معينة مختلفة عن بيئة أخرى هذا الشق من السؤال الشق الثاني اليوم يعني النظرة لريادة الأعمال بمجال الزراعة دائما تكون أنه زراعة ريادة أعمال وزراعة فشوي بيروح نحن إنتاج غزائي تماما اليوم شوي بيروح لأنه ما ممكن نحن نحصل شيء منيح من مثلا هذا الاتجاه اليوم النظرة بعد ما وصلتي لهذه النقطة وكنت من أفضل عشر رياضيات حول العالم كيف تغيرت كيف العالم صارت تتعامل مع الموضوع هل تسمعتي مثلا صبايا صاروا بدوني يكونوا مشاركين يكونوا موجودين معك بنفس المشروع مثلا تمام بالبداية الشق الأول من السؤال بزور الخرنوب كانت من منطقة لمنطقة تختلف إن كان بالحجم إن كان بالنوع بيأثر عن نتاج بيأثر بس نحن أنا مثلا بزور الخرنوب يأنا جبتها من الشام النتائج تعطيني مختلفة عن بزور يأنا جابتها مثلا من الساحل إن كان في إخلاف بس هذا الشيء إنه أغنى البحث كتير لما كنت تعمل بشتغل فهون كمان بقلك شغلي هون لازم إنسة كمان أهمية المشروع أكتر هاي السمرة المهمة إن كان مهمة زراعيا مهمة بيئيا مهمة للمناخ لازم نهتم أكتر بزراعة لازم يكون في مختصين بمجال الزراعة نشتغل على فينا نقول توحيد الجهود لحتى هاي الشجرة اليوم للأسف بسوريا من هون لعشرين ثلاثين سنة هي مهددة بالانقراض فأنت اليوم إذا ما قدرت تشتغل على هذا المورد وتزيد إنتاجه وتزيد وجوده بسوريا لأنه من زمان من خمسين سبتين سنة تقريبا حسب ما أنا بعرف كان سوريا تشتهر بغابات الخرنوب فأنت اليوم هذا المورد مو بس أنت عم تساوي منه منتجات غذائية أو تحاول يكون موجود بالسوق السوري لا أنت اليوم عم تحاول أنه ترجع تحيي من جديد ترجع تخلي الناس تنظر لقلوب بنظرة تانية اليوم موضوع مشاركة الصبايا بالمشروع الذي بلجتي فيه سألتك أنه اليوم يشجعوك بالبداية ولكن مثل ما ذكرتي أنت مقبل شوي أنه في ناس حابت تدخل حابت بقى تشارك خصوصي أنه ريادية وحول العالم موضوع أخذ هذا كثير حلو تماما تقريبا من خلال صفحتي يشتغلوا بمجال الغذاء أو الزراعة وعندهم منتجات صاروا كتير حابين يعرفوا أكتر عن البرنامج وصاروا عم يشوفوا المنتجات اللي هني عم يساووا أنه مو بس فكرة وأنه وعملنا مشروع التخرج وخلاص حطينا لأننا فينا حول هاي الفكرة لمشروع ونستفاد منه ونحقق فيه نتائج حتى السلم صحيح يعني هاي النوطة تخليني هيك فكر شوي أنه أنه أغلب الشباب السوري عندهم برأسهم مشاريع معينة بس دائما بدهم كبشفدة يعني حدا يروح أول شي مربطين حدا يروح أول شي يكتشف لنا شو الترتيبات بعدين احنا يعني ممكن ندخل بهذا المشروع يعني هي جانب أيضا حدي صحيح أنه ما عندهم الجراء أنه أول شي منفوت بهذا المشروع خاصة كنا نحكي عن مشروع يعني أنت تحكين أنه أكتر مستوسب بين دولة بهذا المشروع هو منير العالم يعني إجمالا صار يتجه للإنتاج بهذا المجال صار يعني بطل بده يعتمد على الأشياء الصناعية بحث عم يروح للمنحة الزراعية أكتر تماما نشوف تحول كتير كبير بين الصناعية أو أنه خلص إنتاج طبيعي ومن الطبيعة وزراعة وبشكل عام يعني هو دائما السؤال كمان أنه نحنا طلعنا عملنا كإنجاز على مستوى الدول نتائج هذا المشروع بعد ما رجعت مثلا عن البلد أنه صار في مؤسسات معينة دعمة تماما أنه هي تدعم هذا المشروع شافت أنه هذا الإنجاز من شيء بسيط نحن نشوفه كل يوم بغاباتنا مثلا بالساحل هل يفعل بالبلد حصلنا فيه بإنجاز مهم جدا على مستوى العالم لألك شغلة كمان هو المشروع أخذ قبول بالإردن كاحتضان بس وقتها كان بدي إقامة وكذا فما فيني تزبط الأصاص وهيك لألك شغلة اليوم يعني بيهمني كتير أذكر هذا الشي وأنت ذكرته بتمنى كتير المشروع حكيته كذا مرة بكذا مكان المشروع كتير مهم للبلد مون أنه مشروعي المشروع هو جدا مهم للسوق السوري أنت اليوم عندك موادع تستورد من برة أنت اليوم أنت اليوم موجودة عندك بس تعرف هاي الموارد تستغلى بشكل الصح للأسف ما في أي جهة مكلف المشروع لا مثل أي مشروع أنتاج غزاء يعني معانو هاي التكلفة الكبيرة طبعا أي استثمار فيه صرف وفيه أنتاج يعني بالنهاية وفيك كمان أنت واني مو بس أنو أنت طالعي منتاجات لهون أنو فيك كمان أنو تصدري لبرة بس للأسف لليوم ما في أي جهة اتبنت المشروع حتى عم تجيني فرص من دول تانية أنو تعالي من المشروع نحن من موّل أنو أشخاص مثلا أنو فيني كون شريك معاك مثلا كان بالإردن بالمغرب وهيك جيتني عدد فرص لكن للأسف هون ما كان في أي لا رسمي ولا خاص يعني لا ولا مستثمر لا لا ما أجه طبعا دي حولت أنت تشرحي هذا المشروع هون مثلا أنت تشرحي كجدوى اقتصادية أنا عم بحكي اليوم لحتى جذوب شيء من المستثمرين لحتى يدخلوا معي بهذا المشروع أنا عمل جدوى اقتصادية شجرة الخرنو ويطلع مننا واحد اثنين ثلاثة فينا نحن نصدر فينا نحن نشتغل هذا الشغل كله مثل كل الأمور يعني لك هي القصة أنا برأيك بأين هي لسه أهم الجدوى اقتصادية أنا بشوفها ولعنا لأنه المستثمر ما بيدخل غير أنه بشوف الجانب الربحي من الموضوع صح هو الجانب الربحي موجود هو جانب الربحي أنت إلك للمشروع أكيد لو مكان في جانب ربحي مكان المشروع أخذ عدة مراكز يعني بكذا بكذا مشاركة الفكرة هون نحن ما منحب نغامر نحن مشكلتنا بدنا الشيء خلص هذا الشيء الجاهز بعرفه أنا رح أنجح فيه فهلا كنت كنت عم تقول الشباب ناقصهم مثلا أنه خلص أنه يفوت بالمجال أنا بالنسبة لي في مجال الرياضي كتير بحبه وبسوريا نعرف أن هذا المجال ما أنا مزدهر هذا الازدهار تماما يعني ما في هذا الدعم وكذا بس أنا كنت اتجاه للمشاركات الخارجية لأخذ خبرة لأخذ تدريبات لأتعرف على ناس من هذا المجال إن كان مدربين إن كان متحدثين ومنهم أتعلم أنا أنت دعم بقول مثلا إذا بدك بدك تبدع بالشي أو أنك تكون بمراكز مهمية باكتدور وين هذا المجال اللامع أكتر شي فأنا بالنسبة لي كنت شوف الخبرات الموجودة برها مختلفة جدا وساعة دائرة نظرتك لفكرة ريادة الأعمال بشكل عام طب هذا الشيء كنت تحكي لي قدامهم إنه الواحد يستفيد حتى قدامه في هذوكي أفكار الناس البرا نحنا كتير 76 دولة أكيد مشاريع إحنا يمكن قد فينا نجذبها لنشتغل عهم بالبلد أول شي المشاريع اللي كانت موجودة كانت مشاريع متنوعة في الزراعة في البيئة في الطاقة في التكنولوجيا كانت مشاريع متنوعة المميز واللي أنا شوي حسيته كنت شوي خايفة من شغلة أن الخبرات اللي عنده الصبايا اللي هني أسان مشاركات مختلفة شوي عني كيف يعني أقل صبية مشاركة بـ 12 12 تجربة طالعة يعني لا وأخذين استثمارات ننتبه يعني هني أخذين استثمارات وبيرجعوا وبيرجعوا وبيشاركوا حتى أنه كمان يأخذوا استثمارات أكتر فخبراته الكبيرة يعني أكيد هي يعرف المتطلبات يعرف المتطلبات المسابقة وبيعرف المتطلبات أنه كيف أنا أروج فأنا هيك فتنت فورا كانت أنه فتنا هيك دغري وطبعا إن كان شي نحن تقريبا ضلينا من الشهر الـ 12 22 لشهر نيسان الحالي فكان تقريبا أنت عندك كل شي جديد يعني كانت وكل مرحلة منهم مختلفة وإن كان مرحلة التصويت المجتمعي وأنه الناس لازم تصوت على مشروع وكتعى خبر العالم والناس رأيت التجربة الجديدة وفي ناس حبت ويلا نصوت على المشروع ولما أخذت المركز الأول على المية صوبية هون بقى حسيت حالي أنا خلاص أنا صرت بقى عدل حالة تمي حلص لأصرت لأنه بهم لقلك شي أنه هون أنت شو ما اشتغلت بأي مجال إذا ما لقيت حاضنة مجتمعية ودعم مجتمعي من الناس أي شي أنت عم تعملوا بصراحة ملو قيمة هو الواحد يصيبه غروري أنا عامل إنجاز على أكتر مستوصل بين دولة ومشاركة يصيبني غرور أنا مؤسسة أنا ناسي ومجتمعي اللي هو بوضع صعب وبظروف صعبة وكانت زلزال وزلزال وكانت عن جد الظروف كلاتها صعبة أن الناس بدألك شغلي حتى تواجهة ناس إنه كبيرة بالعمر ما عندها بريد إلكتروني إنه بس كبنا نساوي بريد لحتى نصوط لي خيل لهذه الدرجة الناس كانت دعمي فهذه القوة الكبيرة هي خلتني مسررات الأعمال أطلع من الطب عشرة كان الموضوع كتير صعب وكانت منافسة كتير صعبة زي ما أتذكر في ناس صوت كملي الوقت كان في أحداث الزلزال كان صراحة إنه كان وضع حتى بكل المحافظات إنه كتير مضطرب هو إجمالا الوضع يعني ما فينا ننكر إنه نوعا ما في صعوبة نوعا ما يمكن في شوية الإمكانيات غير متوفرة ولكن نحن عنا موارد كتير كبيرة يعني اليوم هاي الأفكار اللي أنت كنتي عم تذكرية أنه اليوم في أكتر من 76 دولة مشاركة هاي الأفكار اللي استقاتيها من كل صبية أو من الزملاء اللي كانوا مشاركين تماما نحن يمكن لو بيتمطط بيقب البلد بيتغير الإنتاج تماما اليوم مشاركة بقي أكتر من 12 مشروع وأنت عندك هذا المشروع عم تقاتلي كرماله وتحارب كرماله لحتى يوصل ويتميز هذا بحد ذات وتميز ولكن أكيد في تحدي بالموضوع أكيد كان في شي صعب اليوم عم تقولي أنه أنا ما في داعم جوا البلد وبنفس الوقت ما أنا قادرة أطلع لبرة بسبب مثلا ممكن فيزا ممكن إقامة يعني في الأمور غير ميسرة بشكل تام هذا المشروع إذا بقي هيك يعني هل هل رح يزول أو لون نحن رايحين يعني عم نحكي عن المشروع كتير مهم ما بدنا نخسره بالنهاية هلأ حاليا اللي عم ساوي من وجودي هون أني أنا وصل اسمه وصل اسم المشروع فكرة المشروع يعني لأكبر قدر ممكن من الناس بره مثلا هاي المشاركة اللي أنا شاركتها أكيد فيه أشخاص بره كتير عارفوا المشروع فيه حكام كتير شافو وكتير حبو المشاركات المية اللي كانوا كمان عرفو فأنت أنت هون اليوم أني أنا عم حاول تطور المشروع أنا لسه بحسني أنا كمان مجال الرياضي مو بس عم بشتغل فيه كمان أنه بدرب فيه فأنا كمان يعني من الإصاص اللي أنا كمان إن كنت بعلم للطلاب أو كمان يعني بشتغلها محالي أنت مشروعك قد ما كان محاجة تطويرين هاي المرحلة أو هاي المسابقة يعني المشروع عن قلب 180 درجة لأنه أنت هون شفتي أفكار كتير شفتي أفكار تطويرية كتير صارفك الطعم المشروع تمام صارفك أنت هون يعني تبرزي مشروعك لسه بطرق أكبر المشروع أكيد ما رح يموت والمشروع عم كملة فيه وعم بقلك أنه برا فيه عم تجيني فرص بس لسه بحس المشروع بديه هو الحمد لأنه مشروع قوي بس لسه بديه يكون لسه أقوب كتير والحمد لها موجود بس أنا حابي كمان يكون أكثر إن شاء الله يا عربي نتمنى لك أكيد التوفيق ونفخر بإنجازك طبعا ونفخر بكل إنجازات الشباب السوري أنه هو شيء مهم جدا مثل عم أول فاطم ودائما الشباب يتركوا بصمتهم أكيد بعالم النجاح على خاصة على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي أيضا اليوم أكيد نتمنى أن هذا المشروع يستمر نتمنى أن نشوفك بأماكن ومجالات رائدة تانية ونرجع نصطيفك عنها بإنجازات جديدة ونكون شفناك على مستوى عالمي لسه أكبر وأهم منه كل توفيق لك وإن شاء الله النجاح الكامل والتام له المشروع ولكل الأفكار يلي بيبالك شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لكم عاتكم ألف عافية الله يعافيك يا رب